السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائينا متابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأصارد فيه خبرا يقول قائد الأنصار يؤكد دخول سلاح الغواصات إلى المعركة ويكشف عن تدور صاروخي وإلى التفاصيل أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي دخول سلاح جديد ضمن عمليات البحثية المساندة لغزة لافتا إلى تدور قدراتهم الصاروخية وقال السيد الحوثي في كلمة متلفزة له إن التصعيد في عمليات البحر الأحمر تصاعدت كما ونوعا وتم تفعيل الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب العسكرية بشيرا إلى إدخال سلاح الغواصات في عملياتنا في البحر وهو مقلق للعدو وتضلق السيد القائد إلى نجاحهم في حرب المعلومات ضد العدوان الأمريكي البريطاني قائلا إن هناك إنجاز معلومات فاجأ العدو من تمكن القوات المسلحة اليمنية من الحصول على معلومات هوية مالك السفينة وتبعيتها ووجهتها واتبع قائلا التفاصيل المعلوماتية يتم الحصول عليها بشكل غير عادي والعدو يحاول بكل جهد حجب المعلومات والتمويه مضيفا أن كل الوسائل التي أمكنهم أن يستخدموها لحجب المعلومات عن السفن استخدموها وفشلوا ولا نزال نتمكن من الحصول على المعلومات الدقيقة وقال السيد الحوثي نحن نتحدى الأمريكيين أن يثبتوا أن السفن المستهدفة ليست حسب التصميف المعلن عنه بعد الاستهداف وأنها لا تتبع الأمريكي أو البريطاني أو الإسرائيلي وأوضح أن الأعداء فشلوا أيضا في حماية السفن من الاستهداف في الصواريخ والمسيرات كما فشلوا في الحد من عمليات الإطلاق وفشلوا أيضا في صنعه في منع الصواريخ من إصابة أهدافها وهم يمتلكون إمكانات متدورة أنا الشت وأشار غايدو الأنظار إلى أنه تم تدوير الصواريخ المتوفرة إلى درجة لا يتمكن الأمريكي من اعتراضها أو إسقاضها بكل ما يمتلك من ديغانيات كما لفت إلى أن العدو فشل أمام عملياتنا في البحر فلا هو تمكن من منعها ولا هو تمكن من ردعها ولا تمكن من الحد منها كما لم يتمكن أن يوفر للسطن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي الأمن وفرصة العبور أشكركم على حصور المتابعة والإصقاب ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته